لو الحكاية فيها إنا ذيكي ثم إن هو يعني إن شاء الله أأمل له يحفظ لنا وظالة بالثورة ويكون يعني فعلاً يحقل العدد الاجتماعية ويبقى مناصر للفقير وكل الحاجات هل أنتخابت الانتخابات اللي فاتت هل أنتخابت اللي فاتت؟ اللي فاتت أولاً همديه صفاة الثانية الثانية إحنا كنا والله هلبطوا بصوتنا بس أنا انتخابت لك اللحظة المرسية بس يعني بعد كده يعني قدمت صراحة وبعد كده 30 يعني وإزاي هو حمدين ناصير وعكس اتجاه حضرتك يعني حمدين ناصير وعكس اتجاه حضرتك لا إزاي بالعكس هو إيه هو الاشتراكية يتخيل عدادة يعني هو الإسلام الإسلام ديه بين الاشتراكية والرأسة مالية على قدمت مدرس يعني حتى نصب الاشتراكي بين الاشتراكي فهو مش مختلف كتير يعني هو يعني أنا أخد مثلاً فوق النظرنا إنه هو يأخد فيوص من الغنيين من ايها الفقير يعني مؤارف جداً مفهوم الزكاة بالإسلام إيه اللي عجبت بصير شحيط يا أمه الجرعة ده الأسمة اللي أرحب اللي عجبني زي بقوله حضرتك كده هو راجل أول حاجة بسيط أنا يعني أنا ما علتش مع اخترامي أنا ما أكلمش استيسي ما عدتش معي خمدين صفاحي عدت معه وكلمه وحديت وكما زائد كمان انه هو نlists وانه مؤ jurisdictions ان كان على حام دين صفاحي STR يعني فريق عمل قوي يعني فريق عمل قوي صوري عم سمتزد يبقى معال فلول اللي هما فريق عمل قوي النسماع ان حمدين صفاحي مع الصور ومعه فريق عمل قوي يعني هو لحتى لو حب تصباح الناس ليس تتداعي انه هو ضعيف انه هو معه فريق عمل قوي فريق عمل قوي جدا كمان معه يعني صور كلهم ومعه انتزائك معه كمان يعني الناس اللي في كميع المجالات البروفيشنال في كميع المجالات تانية حاجة انه حب تصباح الناس زي مرتهارة البسيطة الثالث حاجة لو بيهتب بالغلابة هينصر هيحقل على الإعلام هيحقل آآ البرامة الإنسانية آآ في امتنى حضرتك آآ وفي تفسي الوقت تمشي ما انت ميش للنظام السابع حال عدم فوز اصبحت 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 الراشن ام اجيد بس انا بقول لحرارك انا بس تبعي ان حب تصباحي مجيش رئيس المستمع بس تبعي يعني اعكس ناس يقولي سيسي لا لا حب تصباحي ان شاء الله هو ايضا ولو لا تطر الله ما داش رئيس موري فعلا انا بجيب ان كل مقرات الان شاء الله اشتركوا في القناة